إيجاد حل لانعدام الأفق السياسي مع إسرائيل وتطبيق مبدأ حل الدولتين ووقف الاستيطان وإعادة فتح الكنسولية الأمريكية في القدس ومكتب منظمة التحرير في واشنطن ملفات سيطرحها الجانب الفلسطيني على طاولة النقاش المرتقب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى بيت الأحمى مسؤولون فلسطينيون يصفون الزيارة بالهامة وتأتي مع غياب شريك سلام إسرائيلي وتزداد خيارات السلطة الفلسطينية للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية حسب تعبيرهم أولا نرحب بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتعامل معها كفرصة حقيقية لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحريك المياه الراكدة وتؤدي إلى استعادة الأفق السياسي لحل الصراع وإذا رفضت الحكومة الإسرائيلية ذلك بالضرورة سيتم تنفيذ قرارات المجلس المركز الفلسطيني وفي مقدمتها سعب الاعتراب بدولة الاحتلال مراقبون يرون في زيارة بايدن إلى الأراضي الفلسطينية رسالة مهمة بعد عودة دوران عجلة العلاقات الأمريكية الفلسطينية وذلك بعد علاقات متوترة في ظل الإدارة السابقة ووعي الجانب الفلسطيني لأهمية الشريك الأمريكي في إحداث اختراق نحو أي عملية سياسية أعتقد أنه دوما زيارة رئيس الأمريكي هي حدث مهم وخاصة لكادة الفلسطينية وفي ظل علاقات كانت صعبة ومتوترة مع إدارة سابقة وأيضا في ظل جمود سياسي تشهد المنطقة وتحولات تشهد العالم لذلك ربما تكون هذه الزيارة مفصلية هناك مطالب فلسطينية أيضا تأتي أهمية هذه الزيارة أن الرئيس الفلسطيني يعطي فرصة للإدارة الأمريكية قبل أن يتخذ خطوات ولوحها باتخاذ خطوات وكررات مجمدة تأتي زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة وسط أجواء أمنية متوترة تشهدها الضفة الغربية وأوضاع اقتصادية صعبة تعيشها الحكومة الفلسطينية ليعول كثيرون على أن تكون هذه الزيارة مفصلية في طروحاتها ونتائجها يأمل المسؤولون الفلسطينيون أن تفتح زيارة الرئيس الأمريكي للأراضي الفلسطينية أفوقا جديدا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعودة لعملية سياسية تقوم على مبدأ حل الدولتين واحترام إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ووقف الممارسات أحادية الجانب ثروة تقرأ الحرية رام الله